السلام عليكم إن شاء الله هنكمل المراجعة على الفصل الأول من منصة المزارة بإذن الله السؤال اللي بيقول عند زيادة كتر سلك معدني إلى أربعة أمثال قيمته مع سبوط طول ودرجة الحرارة واضح ماذا يحدث لكلنا المقاومة الكهربرية والمقاومة النوعية هنبدأ نكتب قانون المقاومة R بالساوي رو E في L على A وعشان مذكور الكتر يبقى أنا هفكر L by R تربيع يبقى رو E L على by R تربيع هنا هبدأ بقى أعوض هو بيقول لي عند زيادة درجة الحرارة يبقى المقاومة النوعية ما حصلهاش حاجة أكتب مكانها واحد وقال لي الطول سابت هكتب مكانه واحد والby رقم صحيح سابت هكتب مكانه واحد R إن الكتر زاد إلى أربع أمثال وبالتالي نصف الكتر زاد إلى أربع أمثال هنا اللي أربعة لها تربيع يبقى أربعة لكل تربيع بستاشر يبقى الناتج 1 على 16 يبقى R الجديدة عبارة عن 1 على 16 من R الأصلي طيب بإيه اللي حصل المقاومة النوعية؟ المقاومة النوعية تعتبر قيمة سابتة لا تتوقف إلا عن نوع المادة ودرجة الحرارة وهنا قال سبوت درجة الحرارة ده يؤدي إلى إثبات المقاومة النوعية يبقى بالنسبة للمقاومة النوعية لا تتغير نشوف السؤال اللي بعد في الدائرة المبينة بالشكل إذا كانت قراءة الفولتميتر 12 فولت فإن مقدار القوة الدفع الكهربائي البطارية بيساوي قد إيه؟ طبعاً إنا رسمت الدائرة هاي هو عايز قيمة الفي باتري إحنا عندنا المقاومة 6 واضح الفرق الجهد بنت رفيعي فأنا هبدأ من المقاومة اللي عندها معلومتين معروف القيمة المقاومة وفرق الجهد فأنا ممكن أجيب الطيار والحسن لحظ الطيار اللي ماشي في المقاومة دي هو الطيار الكلي يبقى الآي توتل عبارة عن الفي اللي هي الـ 12 على الـ 6 بـ 2 أمبير يبقى الطيار قيمته 2 أنا عايز أجيب الفي باتري الفي باتري بتساوي الطيار الكلي في الأرات اللي عندي اللي هي الأر الخارجية زائد الأر الداخلي الآي جبتها بـ 2 والقار الخارجية ستة وتلاتة تسعة زائد القار الداخلية بواحد بعشرة تسعة وواحد عشرة في اتنين تبقى عشرين فوت جبه دي كده قيمة الفيبتا نشوف السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده ده امتحان 2018 دور اول سلاس مقاومات مقدار كل منهما R اي من هذه الاشكال التالية تكون قيمة المقاومة بين النقطتين X و Y اقل ما يمكن لو جينا بصنا لنقطة X و Y هنلاقي المقاومة بتاعتهم هنا R و R و R على التوازي يبقى دي نص يبقى هنا واحد ونص R يبقى المقاومة اللي هنا واحد ونص R هنا المقاومة كان بين X و Y في المقاومة هنا R والناحية التانية في اتنين R يبقى في التواصيل على التوازي بتبقى المقاومة اقل من اقل مقاومة يعني المقاومة هنا في الشكل B أو B هتبقى أقل من R طيب نبص هنا على الشكل ده هنلاقي هنا المصار مفتوح بل ما يحنديش غير R بس اللي بين X و Y وهنا المقاومة R نشوف الشكل الأخير R و R و R بثلاثة R يبقى أقل حاجة اللي هي أقل من R يبقى الشكل رقم B نشوف السؤال بعده السؤال بيقول في الدائرة المبينة بشكل عايز مقدار المقاومة R مقدار عايز قيمة المقاومة دي اللي بتجعل قراءة الأميتر بساوي 2 أمبير يبقى فيه طيارة هون طيب الأميتر ده ماشي فيه طيارة كلي يبقى الطيارة كل 2 أمبير وهتبقى الدائرة عندي بالمنظر ده عايز قيمة R طيب أنا هاعتبر إن الأرات كلها عندي مجهولة يبقى ال R كلها بكام بال V على I V 10 فولت على ال 2 بتساوي 5 أوم الخمسة أوم دي توزعتها إيه؟ يبقى ال R توازي زائد ال 2 هيساوي الخمسة يبقى ال R توازي هتساوي 3 أوم التلاتة أوم عبارة عن 6 في R على 6 زائد R هتساوي 3 يبقى هنضرب طرفين فاسطين يبقى 6 R بتساوي 18 زائد 3 R يبقى ال 3 R هتروح النحية دي هتبقى ال 3 R بتساوي 18 يبقى ال R بتساوي 18 على 3 فيها 6 أوم يبقى الاختيار رقم دي آخر سؤال معنا إذا كانت كراءة الأميتر في الدائرة المقابلة 2 أمبير احسب شد الطيار المار في الدائرة وقيمة المقام و أمور أنا رسمت الدايرة ها دلوقتي عندي الطيار اللي ماشي هنا 2 أمبير التلاتة دي متوصلة مع ال 6 توازي يعني I R هنا بيساوي I R هنا يعني 2 في 3 بتساوي I في 6 تطلع I اللي ماشي هنا عبارة عن 6 على ال 6 بتساوي 1 أمبير يبقى ماشي هنا 2 أمبير وماشي هنا كامل يبقى احنا عندنا الطيار هيتخرج من الكتب الموجب هتجزق كده هنا 1 أمبير وهنا 2 أمبير هيتجمع ويمشي هنا 3 أمبير يبقى عرفة الطيارة الكل يبقى I total عبارة عن 200 زائد 1 بتلاتة أمبير طيب ماشي أنا ممكن أجيب المقامات الخارجية كلها R' عبارة عن V على I V ب 12 على 3 بتساوي 4 أم اللي 4 أم دي بتاعت مين بقى بتاعت المقامتين المتوصلين على التوازي زائد المقامة دي يبقى هقول 3 في 6 على 3 زائد 6 زائد ال R كل ده بيساوي 4 أم تخليص ديا 2 زائد ال R بيساوي 4 يبقى ال R بتساوي 2 أم يبقى أنا كده عرفت الطيار الكل قيمته 3 وعرفت قيمة المقامة 2 أم إن شاء الله بإذن الله هنشوف مسألة كمان على الفصل الأول ونحاول نجمع يباحنا كده جمعنا الأسئلة اللي على المنصة وأي حد مش فاهم حاجة أو عايز يبعث أي سؤال يبعثوا على جروب الوطس المجاني وهسيب لنك الجروب إن شاء الله في التعليقات السلام عليكم